إذن هو أسبوع حافل بالعمليات الإرهابية وبالتحركات الإرهابية العنيفة في المنطقة وفي الإقليم بشكل عام يعني لماذا هذا الأسبوع كان زاخما بهذه الأحداث وهل تعد هذه مرحلة جديدة من مراحل استشراء وانتشار الإرهاب في المنطقة أم هي أمر مؤقت وحالة مؤقتة أم ماذا؟ أولا تحية مسائية إلى كل مشاهدي قناة الطاهرة الإخبارية ولا ضيوفك الكرام عبر السكايب ومن الدول الأخرى وتحية أيضا إلى الأشياء في مصر أنا لا أعتقد أن الجزائر التي امتلكت من الخبرة بمجابهة الإرهاب من خلال مقاربتها والتي اكتوت بنظره في عشرية سابقة لازال هناك محاولات بعض المجموعة التي تحاول أن تنظم نفسها على غرار مقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو حتى التدخلات الأجنبية وتداعياتها على غرار ما يحدث في الجوار الليبي أو حتى مالي أو حتى العمق الإفريقي ومحاولتها أيضا التوخل باتجاه دول الجوار وحتى اتجاه أوروبا وغيرها أو ما تعاني منه كل منطقة الساحل من المحيط الأطلسي إلى غاية البحر الأحمر بصفة عامة كل هذه المجموعات المسلحة تحاول أن تنظم نفسها من جديد وضرب العمق مثل ما حدث بالتطرق والجماعات المسلحة في شمال المالي ودفع بالجزائر إلى عقد المصالحة ومصالحة الجزائر هي جزء لا يتجزأ من استثباب الأمن في المنطقة الجزائر دوما كافحت بمقاربة قين المقاربة الأولى التي تتعلق بالمقاربة الأمنية وهي بضرب جذور واستثاب جذور الإرهاب بضربات استباقية بتشفيذ منهابع الإرهاب من خلال تجريم الفيديو وغير ذلك أيضا بالاعتماد على التعامل مع دول الجوار وتبادل المعلومات مع الدول الصديقة والتي تحكمها نفس الأهداف المقاربة الثانية وهي تتعلق أو المقاربة الأخرى الشقة الثانية تتعلق بالمقاربة الاجتماعية وهي تعتمد على التنمية في المناطق التي تشهد مثلا تهميش من ناحية التنمية نوع من تراجع التمدرس نصح القول نوع من تخلي بعض الحكومات عن دورها مثلا في التدريس والتعليم بالنسبة للنساء وغيرها وحتى وصولها إلى حقوق الإنسان كل هذه المعطيات جعلت من الجزائر رائدة في هذه النقطة في محاربة الإرهاب ما حدث من العملية الأسبوع الفارق هي عملية دورية فحصيلة الجيش الشعبي الوطني لتكاد تخلو من أسبوع من إلقاء القبض أو القضاء على إرهابين أو حتى تسليم أنفسهم لأنه هناك أيضا مجال آخر يتعلق بالمصالحة الوطنية الجزائر وضعت المقارب الأبنية من جهة ووضعت أيضا المصالحة من جهة أخرى بمعنى أن الذين يصرون على البقاء في الجبال أو المساسب المصالح الوطنية أو مساسب كيان الدولة ككل هم من المغرر بهم ويبحثون عن المصالح لكن لا يمكن إغفال نقطة أخرى مهمة جدا وهي أنه تلوت الإرهاب دائما ما يتشابك مع مصالح الجريمة المنظمة وهنا أتحدث عن تهريب المخدرات تهريب البشر وغير ذلك فكل المنطقة يعني منطقة الشمال إفريقيا ومنطقة الساحل تعالي من هذه الأزمات وتحاول دوما تكثيف جهودها للقضاء على الإرهاب بكل أشكاله